أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرلسون محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة وسط خلافات بشأن جولن ودعم الأكراد واعتقال نائب مدير بنك خلق التركي الرسمي في نيويورك مصادر تركيا قالت أن تيرلسون عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان متوقعة أن يكونان قشا فيها الحرب على تنظيم داعش والهجوم المرتقب لاستعادة الرقة من التنظيم وكان تيرلسون التقى في وقت سابق من اليوم الخميس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرام مؤكدا أهمية دور تركيا في الأمن الإقليمي